سلام لبنات سلام حبيباتي متتبعاتي وشراكم ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة اليوم جيتكم قطعة جديدة في تخوسوا البيبي كونت خدمتها من قبل على بالي تقولوا لي خدمناها من قبل ولكن اليوم مراناش راحين نديروا قطعة كمشروع راحين نديروا التقنية راحين تعلموا تقنية في الخياطة مهمة جدا ومفيدة وحاجة باهية وتخرج لك حواجك بالطبع لأول مرة دخلوا للقناة نتمنى لكم تخليوا لي لايك وتعليق جميل واشتراك في القناة ولبنات كامل اللي مارفين تشوفوا لي فيديو التوعي ما تبخلونيش بتعليقاتكم المحفزة والجميلة كي ما راكم تشوفوا هناش عندي لبنات عندي هاد القماش البلون اللي فيه نجوم هذا القماش الاول وعندي القماش الثاني راهو غري وفيه الغيمات هنا كي ما راكم تشوفوا راني بلاسيت هاد القماش فوق لاوات من قبل كنت هزينا القياسات على الكوة بيبي درنامية ٢٢٠ على ٢٢٠ وقلت لكم انا ما نحبش قياس صغير لاني ما نحبش ندير حاجة صغيرة نحب حاجة واف القماش الرمادي درت له القيس تاعه ٢٠٠ على ٢٠٠ أما الابيض اللي فيه نجوم مع لاوات نقصت له في كل تلجهتين ٦ سنتيمتر ٦ سنتيمتر يعني نحيت منه ٢٢ يعني ٢٢٠ كنت نحيو منها ٢١ تبقى ٢٨ يعني درناه على شكل موربع ٢٨ على ٢٨ أما القماش الرمادي خليناه ٢٢٠ على ٢٢٠ هذا القماش الابيض اللي فيه نجوم راني وجدتو مع لاوات شديتو بليزي بانج كما راكم تشوفو نحاولو هنا من بعد برق نسون طريقه كما نقولو نحطوه في الواسط انا هنا ما رانيش راح نخليها راح ندي القماش الرمادي نخدم عليه ومن بعده نجيبوه ونحط عليه هذا الابيض كما راكم تشوفو البنات يعني هنا ما رانيش راح نخييت سير داير ومن بعده نقلب الاكوات لا لا هذه الاكوات نخدموها ديراكتمو يعني مباشرة وجهة للخارج هنا البنات التقنية هذي كيفاش نديروها اول حاجة هي نحد واحد سنتيمتر من القماش ونكفوها ماشي نكفوها بالخياطة ولكن نحدوها بالحديد على اساس انها كفا لانه من بعدها راح نخيطع لها على هذيك سميتها كفا كما راكم تشوفو هنا البنات وتوجور قلتلكم هذيك الاسطيس نحكمو القماش بالمسطرة الحديدية لانه راح تساعدكم بزيف وتبعدلكم اصباعكم على الحديد اونكا يعني تتحرقوا والله بعيد الشر على هذيك يعني كل حاجة نستعملوها كل تقنية نودلكم فيها يعني اسطيس هنا كما راكم تشوفو زيت طبكت هنا زيت خمسة سنتيمتر يعني راح نزيد نحددها باش من بعدها تصنع لي الكفا التاعي هنا البنات نوزنوها مليح المسطرة راني في نفس الوقت اللي راني يتحكم لي القماش به نحدو نفس الوقت راني انقيس خمسة سنتيمتر هكذا باش ميتعوج ليش وكما تعرفوا طبعا البنات هنا هذا القماش ترك رايح يساعدني بزاف الخدمة لانه ما يتلوها ما يدير حتى يعني مشكل خدمته سهلة ومليحة يعني كتكون يتخدمي فيه خاصة اذا عايو انت يروحك بالحديد رايحة تكون خدمتك ما شاء الله هنا الحديد لازم يعني في هذا التقنية يعني اولا لازم الحديد شوفوا البنات راح ندير من الجهة الاخرى انا يعني هنا وش راح ندير راح نحكم كل زاوية ونطبق عليها هذا التقنية نحدد ايضا فيها واحد سنتيمتر يعني نقلب القماش على واحد سنتيمتر نحدو ونزيد ايضا خمسة سنتيمتر نحددها يعني ونقس بالمسطرة في نفس الوقت نحددها بالحديد هنا كما راكم تشوفوا قدتلكم هذي الخدمة اي سهلة خلاص وخاصة اذا استعنتوا بالحديد الخطوة الموالية لبنات هي نجيبوا قلم ونشوفوا الزاوية هذيك اللي تقاطعنا فيه الكفة مع الكفة ونحطوا نقطتين نقطة على الجهة اليمنى ونقطة على الجهة اليسرى يعني في الجهتين نخليوا فيهم نقطة ايضا هذا النقطة ولكن غير مهمة المهم ان نخليوا المكان تعتقاطع تاها الكفتين نخليوا فيهم نقطة نقطة خفيفة ما راحينش نخيط ما راحينش نعفوا نحطوا يعني نقطة تكون بيرزة بزيف ولكن من بعد هذه كل نقطة لازم نشوفوها لانه هي اللي راح تحددنا وين نخدمو هنا شوفوا البنات هاي النقطة اللي كنت حددتها هنا راني فتحت الكفة تع 5 سنتيمتر فقط ما فتحتش الكفتين في زوج افتحت الكفة في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى وهذه هم النقاط اللي تحصلت عليهم ولكن ما افتحت اشتاع 1 سنتيمتر ركز وفقط لبنات على هذه النقطة هنا النقاط اللي رسمتهم والله اللي حطيتهم على اللقماش رايحة نوصل بيناتهم بخط او كان طريقة اخرى يعني راح نوريكم كيف كيف يعني هذا الطريقة والطريقة الاخرى يعني اما نرسمو خط يصل مبيناتهم او نرفضو القماش نثنيوها على بعضه يعني راح يشكل ان هنا زاوية 45 درجة لانه كان من شكل زاوية قائمة ينطبقوه شكل زاوية 45 درجة ونحطو الحفة تع القماش على الحفة تع القماش يعني الكفة تع 1 سنتيمتر على الكفة تع 1 سنتيمتر ونروح لهذوك النقاط نسقطو هذيك النقطة على استقامة ولله عموديا على الحفة الاخرى كما راني هنا نشير لكم بالاصبوع يعني نفس الشي اذا هكذا ولله هكذا يعني انتم هنا اصلا الخط اللي كنتوا رسمتوه مع الاول رايحين تلقاه هنا بارز هو نفسو يعني اسقاط للنقطة هذيك عموديا على الحفة اللي طبقناها الاثنينة عليها هنا كما راكم تشوفو البنات بعد ما رسمنا هذك الخط نروح ندير عليه نحكمو بايبانك هنا لازم نثبتو نثبت على هذك الخط اللي درناه كما راكم تشوفو هنا البنات ان شاء الله يكون واضح هذا الخط اللي رسمناه وهذا الخط المتقطع اللي رايح نقص عليه الخط اللي رسمناه هو اللي نخيط عليه والخط المتقطع هو اللي راح نقص منه هنا كما راكم تشوفو تخلصنا من الزائد ونجيبو نقلبو هذيك الزاوية يعني نقلبو القماش على وجهو عادي جدا والزاوية اللي تحصلنا عليها نخرجوها منيه بالرأس تعل المقص او قلم او اي شي عندك حاد ما يكونش حاد بزاف با ما تثق بيش هذيك الزاوية ونروح نكملو باقي الزاوية يعني راح نخدمو هذي الخدمة في الاربع زاوية ونكملو بالحديد باقي الحواف تاع القماش يعني نطبقو واحد سنتيمتر ونحدو ونزيدو ونطبقو خمسة سنتيمتر ونحدو يعني الحواف الاخرى يعني الاضلاع تاع المربع تاعي كامل نكمله بنفس الطريقة يعني مش غير للزاوية هكذا لبنات يعني راح نتحصلو على نقدروا نقولو كفيناه كامل ساير داير هذا هو القماش التاعي بعد ما كنت حددته حددت له الزاوية كامل حددت له يعني الاضلاع كامل واحد سنتيمتر ونبعدها خمسة سنتيمتر كما راكم تشوفو راني كملت بين الزاوية شوفو ديجا هنا الشكل التاعو اراهو ما شاء الله هنا لبنات تقدرو هنا عفوا على الإضاءة برك الشمس راهي ثربتلي في القماش تقدرو هكذا ديجا راهو كشغول الدراء ومكفوف كفيناه بكفة مليحة هنا نروح نجيبو هذك القماش تاعي الرمادي اللي أنا لزقناه مع لاوات بليزي بانجل ونحطوه فوقه يعني الوجه تاعه للفوق والوجه تاع الرمادي للتحت وندخلوه داخل الزاوية هنا عفوا لبنات راني نصور بإيد وحكمه بإيد شوفوا لبنات وين ندخلوها شوفوا طريقة هذي لبنات هايلا طريقة رائعة راح تخرجيكم لكوات تاعكم ولا اي حاجة تخدموها تخرجها لكم ما شاء الله شوفوا لبنات هذي ايضا زاوية الاخرى ورايحين اللي زي بانجل هذوك نعاود ونحطوهم فوق القماش الرمادي يعني اللي كنت حكمة به لاوات مع القماش الأبيض نعاود نحكم بها القماش الرمادي ونجي نخيط سير داير شوفوا هنا لبنات وين راني راح نخيط راح نخيط على بعد منبا اثنين او ثلاثة مليمتر على بعد الحفة تاع القماش الرمادي التاعي الحفة اللي كفينة فيها واحد سنتيمتر لبنات ماشي الحفة الاخرى اللي مطبقارك متشوفوا هنايا رايح الحشية التاعي ما تجينيش فيها خياطة راح تجيني الخياطة الداخل هذي الحفة تعلا كوات التاعي وروح تزدت لها تطراح واحد اخر هايلي كون بعد ما كفيتها بعد ما حكمت على القماش الرمادي فقط فوق القماش الابيض وزدت لها التطراح تعلا كوات عادي جدا هذي يلا كوات التاعي بعد ما كملت لها هذي الطريقة اراني هنيا مازال ما حددتهاش اه خدمتها فقط كي ما راكم تشوفوا لبنات الحفة حتخرج بومبي ما شاء الله متكونش كينا فيها خياطة وهذي يلا كوات لبنات بعد ما كنت خلصتها حددتها وراني طبقتها على شكل بوغت بيبي طبعا الربطة هذي كنا خدمناها من قبل احخلي لكم رابط الفيديو اللي خدمنا في هذا الربطة وكي ما راكم تشوفوا لبنات هذه هي الزاوية اللي كنا خدمناها راح تمدلكم منظر ما شاء الله شوفوا لبنات يعني متكونش مخيطة في الحفة تكون مخيطة على الواجه ورح تمدلكم حاشية من القماش الرمادي على القماش الابيض راح نزيدونا خدمو بها ان شاء الله في قطع واحد اخرين يعني خاصين يعني بالراضيع او حتى بتقمر السرير الكبير كي ما راكم تشوفوا لبنات طريقة سهلة وفي المتناول يعني ما كيش لي ما تعرفهش أنا نحب نتعلم تقنيات في الخياطة جديدة والتقنية اللي نتعلمها والله تكون عندي نحب نعلم هالكم ونحب تخدمو بها لخطر هنا باش ما تبقاش الخياطة تدور في نفس المجال يعني والله في نفس الامور البسيطة نحاولو نطورو نحاولو نتعلمو تقنية جديدة نتمنى لفيديو تعال نهار اليوم تكون عجبتكم ونتظروني في فيديوهات اخرين ما تنسوش ما تنسوش ما تنسوش تعليقاتكم الجميلة ومع السلامة